بس برضو تعاملت ازاي يعني فجأة اللي هو المدير الفني بتاعك وفجأة بقيته زماء فجأة بقى رئيس قطاع فجأة بتتعامله ازاي لا تعمل شغل شغل اه طبعا بتعمل شغل ايه موديلان عايز اوصله للجمهور لا 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 بتعمل شغل لما بغلط بتعاقب ولما بعمل حاجة كويسة بتقال انت كويس والغد دلوقتي يعني انا لا يمكن هاضر اعمل يعني ما فيش بنادة في الدنيا يمشي على يعني مية في المية صح لا لازم هيبقى فيه اخطاء انا لسه بتعلم وبتعلم من نجوم ويعني انت مصهو مجرد ان انت تبقى عدم مع الترافيزة انا ببقى كل مرة رأي الاعدم يعني الاجتماعي يعني تخد لا ببقى صعب مش عايز اقولك يعني كل مرة بحس ان هي اول مرة يعني بس انت قلت كلمة مهمة قوي دلوقتي انت بتتكلم يا خالد قلت بغلط بتعاقب ببقى كويس بعمل هل حتى في هذا المنصب الحساسي الكبير بالنسبة للنادي الايلي بتغلط بتتعاقب يعني دي نقطة مهمة جدا كلمة كبيرة جدا ومهمة جدا لا طبعا بص هو ما فيش واحد كبير هتعلم نعم وما فيش حد يبقى انت لا يمكن ان انت تقدر ان انت تبقى دماغك هي بتشغل وحدها وتشغل انت بتاخد قرارات وقرارات صعبة جدا المسؤولية محطوطة يعني بين ايديك وفيه ثقة ان انت بتشتغل وبتاخد حرية في الشغل وما فيش حد بيتدخل في الشغل انت بتعرف كل الامور وبعد كده بنتناقش في كل حاجة فيها نقاش كل حاجة فيها كلام وكل حاجة فيها يعني انت انت اخترت هتاخد القرار ده ليه طب ما وبرضه بسيبك تاخد القرار اللي انت شايفه اللي انت شايفه صح اللي انت شايفه مزبوط وبنعد نتكلم يعني كل حاجة فيها نقاش ما فيش تفاصيل انت بتتكلم فيها ما فيش نقاش ومسموح ان انت تتكلم ومسموح ان انت تقول رأيكم ومسموح ان ان انت تتحرك في التكاهات كتيرة جدا فانت بتشتغل وانت مرتاح المنظومة كلها تريحك وانت شغال ده على عكس اللي احنا كنا دايما يقول لك ايه اصلا كابتن خطيبة هو اللي بياخده او مثلا بلاش كابتن خطيبة عشان ما قولكش احنا بنقول كذا لكن قول كابتن محسن مثلا هو اللي بياخد القرار لوحده ده ما بيحصلش يا خير لا لا نفعش كده خالص انت بيبقى في الفريم بتاع النادي ايوه وانت بتشغل سياسة العامة سياسة العامة بتاعت النادي انت واحد اثنين ثلاثة انت موجود في المكان ده عشان تحقق واحد اثنين ثلاثة بطريقتها طبعا طبعا انت بقى انت موجود عشان تحقق كذا وفي الاخر هتحاسم وفي الاخر بتتحاسم في ذي لا والحساب بقى حساب صعب قوي يعني الحساب انت تبقى قعد في التربيزة طبعاً ما ينفعش فيه حاجات من التفاصيلش على الكلب فيها لكن الأمور تبقى صعبة واحد زئد واحد يسوي اتنين لا ما بيش مخرج ما فهاش طبعاً الموضوع أنت بتبقعد فأنت بتشغل حاجتي نمر واحد أن أنت حابب المكان وحابب الشغل قوي ومبسوط قوي أن أنت يعني موجود في النهد الأهلي وموجود في مكان مهم جداً ومكان صعب جداً فأنت بتشغل بحب للكيام بتاع النادي الأهلي وكمان بتشغل لأن أنت بتتعلم من من نجوم كبار أنت يعني كنت بتحلم في يوم العام أن أنت تشوفهم وتسلم عليهم فلما بتشغل معهم ويبقى أنت في مساحة من الكلام ومن التعليم ده بتبقى حاجة محترمة جداً وأنا مش هلس لك يعني أنا يعني أنا الفترة اللي فات دي سواء السنتين اللي فاتوا أو من ساعتها بعد دخلت النادي يعني أنا أربع سنين دلوقتي شغال في النادي أنا أحس أن أنا بقى لي 40 سنة بشغال في النادي من كمية الخبرات وكمية الأحداث اللي بتحصل لا الموضوع بيبقى موضوع بالسهل طبعاً ومسؤولية كبيرة جداً أنت بكل أولاد اللي نفسه يلعب في النادي دي مسؤولية موضوع تائي موضوع كبير موضوع كبير جداً